برودة التقصي في جرود عرسال تنعكس حماوة في المعارك بين تنظيم داعش وجبهة النصرة فالاشتباكات بين فصائل المعارضة السورية المسلحة تهدف الى احكام السيطرة على الجرود وصولا الى الحدود اللبنانية مع سوريا داعش انقضى على مواقع النصرة في وادي الخيل وخربة الحصن وصولا الى جرود الجراجير في القلمون السوري ويسعى الى التمدد والسيطرة على مساحات واسعة بما فيها قرى بقاعية وهو لذلك يعمل على ابعاد خصمه مستغلا الظروف المناخية غير المناسبة للقتال في محاولة لاحياء مخططه باقامة الامارة اما بلدة عرسال والتي شكلت في السنوات الفائتة بيئة حاضنة للجماعات السورية المعارضة قد لا تكون في منأة عن الاشتباكات ولا سيما ان داعش يتمتع بنفوذ لا بأس به في البلدة التي يقتنها نحو 40 الف لبناني اضافة الى نحو 70 الف نازح سوري مصادر امنية لبنانية اكدت للميادين ان الجيش اللبناني على اهبة الاستعداد لصد اي محاولة تسلل من الجرود في اتجاه البلدة ولا سيما ان محاولات تسلل المسلحين باتت شبه يومية وربما تكون بهدف استطلاع قدرات الجيش داعش بات يسيطر على جزء كبير من جريد عرسال ورأس بعلبك والقاح وفي المقابل تستعد النصر لشني هجوم ضد داعش ينطلق من منطقة وادي الخيل وهو المعقل الاساسي للجبهة في تلك المنطقة لاعادة تثبيت قواعد الاشتباك اشتركوا في القناة